مرحبا طلاب الأعزاء سوف أتحدث عن أول وحدة سوف نقوم بأخذها خلال هذا الفصل الدراسي وهي وحدة من نحن تتحدث هذه الوحدة عن طبيعة الذات والمعتقدات والقيم والصحة البدنية والعقلية والاجتماعية والروحية والعلاقات الإنسانية بما في ذلك العائلات والأصدقاء والمجتمعات والثقافات والحقوق والمسؤوليات وماذا يعني أن نكون بشرا؟ ويتوقع منك عزيز الطالب بعد الانتهاء من هذه الوحدة أن تكون قادراً على بالنسبة لمهارة القراءة أن تكون قادراً على قراءة الأحرف الممدودة وكلمات محددة وأن تجيب عن أسئلة بسيطة عن النص المقروب وأن تربط مفردات محددة بمعانيها أو أضادها بالنسبة لمهارة الاستماع يتوقع منك أن تصغي للمدى المسموعة لمدة دقيقتين وأن تتعلم المفردات والكلمات الجديدة وأن تستخدم الإيماءات والأفعال ولغة الجسد أو الكلمات لإيصال احتياجاتك والتعبير عن أفكارك وأن تستخلص المعنى المراد من النص أما بالنسبة لمهارة الكتابة فعليك أولاً أن تستخدم القلم بشكل صحيح وأن تكتب الحروف بشكل صحيح أيضاً وتميز أحرف المد وتميز الحرف الذي تبدأ به أسماء الصور أو تنتهي أما بالنسبة لمهارة المحادثة فعليك أن تستخدم كلمات وجمال بسيطة للتعبير عن ذاتك وأن تطبق أداب الاستماع والحديث وأن تكرر وتردد كلمات مفردة وأن تبدي رأيك في الدرس والقصة سيتم التحدث عن العائلة في هذه الوحدة من خلال طرح مجموعة من النصوص والقصص العربية التي تنقل لنا واقع العلاقات والتي توضح أنواع العلاقات وكيفية تشكلها وتطورها وإدارة الخلافات التي قد تتعرض لها العلاقات والمسئولية والدور في الحفاظ على العلاقات الصحية كما سيتم مشاهدة قصص تصويرية متنوعة وقراءة نصوص مختلفة بحيث سوف تقوم عزيزي الطالب بمحاكاة القصص من شيء خاص بحياتك وسوف تقوم أيضا باستخراج المفردات الجديدة وتوظيفها في جمل مفيدة لتساعدك في تطبيق مهارة المحادثة أثناء الحلقة الصباحية وسوف يتم في هذه الوحدة استخدام العديد من الاستراتيجيات مثل استراتيجية المكعبات داخل وخارج الدائرة قل ما أرسم وهذه الاستراتيجيات سوف تنمي لك مهارات التواصل حيث سوف تستطيع أن تستمع وتحدث وتقرأ وتكتب وتشاهد وتستخدم لغة الجسد وتشارك في الأفكار والنقاشات وتستخدم تقنيات النقاشات وهنا المهارات الاجتماعية حيث سوف تبني علاقات اجتماعية إيجابية مع الآخرين وسوف تتعاون وتظهر الذكاء العاطفي وتكون واعي اجتماعيا وتتحمل المسئولية وتحل الخلافات لذا سوف تكون طالبا منفتح تستمع إلى الأراء الأخرى وتحاول أن تفهم وجهات النظر الأخرى وأن تعلم أنه لا بأس أن يكون الناس مختلفين وسوف تكون طالبا متواصلا تتحدث عن أفكارك ويمكنك التعبير عن نفسك ويمكنك التواصل بعدة طرق مختلفة وأيضا سوف تكون طالبا دو مبدأ أي تكون صادق وعادل وتحاول اتخاذ الخيارات الصحيحة وتحترم حقوقك وحقوق الآخرين وأيضا سوف تكون طالبا مهتم حيث سوف تحاول مساعدة الآخرين وتهتم بنفسك وبالآخرين وأن تظهر التعاطف مع الآخرين بالنسبة لمشروع الوحدة سوف يكون عن آداب التعامل مع العائلة حيث سوف تقوم عزيز الطالب بتلوين هذه الصور المميزة عن آداب التعامل مع العائلة وسوف تقوم بالتحدث مع زملائك عن هذه الصور هذا كل ما لدينا عن وحدة من نحن شكرا لكم عزيز الطالبا